اهلا وسهلا بكل اهلوية اللي بيتضوعنا حلقة النهاردة من السادسة كل التحية ليكم في ضربة البداية لانطلاق مسابقة الدوري النهاردة صحيح نمطش الاهلي بكرة لكن المسابقة بدأت فعليا النهاردة بأكتر من مواجهة وخد بالك وركز معايا لانه النسخة دي تختلف اختلاف كبير جدا عن كل النسخ السابق واهم اختلاف اشوفه من وجهة نظري هي الصبغة الاجنبية الدوري المصري في الموسم الجديد صبغته ونكهته اجنبية ليه بقولي الكلام ده لانه عندنا لأول مرة سبع مديرين فنيين اجانب عندنا تمانية وتمانين لاعب محترف جايين من كل حتى في الدنيا محترفين من قارة افريقيا محترفين من قارة اسيا محترفين من اوروبا ومحترفين من امريكا الجنوبية حتى التحكيم السنة دي بيبدأ بصبغة اجنبية مع وجود طبعا مارك لاتنبرج كمسؤول عن لجنة الحكام فبالتالي ننتظر انه المردود يكون الى حد كبير اجنبي يعني منتظرين نشوف نسخة مختلفة منتظرين نشوف بسابقة مطشطها فيها ندية فيها قوة فيها متعة فيها اثارة بدل الشكل الروتيني المعلب المحفوظ اللي بنشوفه في اغلب الحقيقة مطشط الدوري مش معنى كده انه الدوري المصري خلي من اثارة لكن نتمنى ان الاثارة والمنافسة والصراع يزيد نتمنى نشوف عدد اكبر من الاندية بيتنافس على انه يوصل للخمسة الاوائل المراكز المؤهلة المشاركة في بطولات دولية اكتر ما نشوف منافسة في القاع هنتكلم على مباراة الاهلي اسماعيل النهاردة بكل تفاصيلها تبقى الحقيقة رغم انه طبعا الفارق كبيرة جدا في السنوات الاخيرة تتكلم على 12 سنة لم يحقق فيها نادي الاسماعيل فوز على نادي الاهلي لكن يبقى الاسماعيلي باسماءه ونجومه وتاريخه مواجهة كلاسيكية من المواجهات اللي بتنتظرها الجماعير النادي الاهلي بشكل كبير كل التوفيق للعابتنا اللي رجعوا النهاردة للتمرين وهنتكلم طبعا على الساعات الاهلي واللمسات الاخيرة ما قبل انطلاق مشوار البطولة بإذن الله يكون مشوار موفق وتكون النتيجة مرضية لكل جماعير النادي الاهلي مش بس على مستوى الدوري والكاس لكن كمان وده مهم جدا على مستوى بطول الدوري الأبطال لتحب توجيهها لعابة النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قبل انطلاق مشوار بطولة الدوري وتوقعاتك بكرة لنتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي هنتابع ده كله الحقيقة مع نجمينا النهاردة كابتن وسام عرابي اللي شرفنا فيه حلقتنا النهاردة من السادسة وقبل ما نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل وعندي النهاردة درس وعبرة كبيرة جدا لأي حد عايز ينجح مش في كرة بس مش في رياضة بس في أي حاجة في حياته بلون دور مباراة قدت درس مهم ودرس قوي ورسالة في منتهى القوة هنتكلم فيها في تفاصيل حلقتنا النهاردة بس بعد الخاصة هنتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة هنتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة هنتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة أعظم جمهور في الكون المشهد اللي حراركم والأطاة لحاكم شايفينها لسه وصلة للسادسة من السعودية قبل دقايق من بداية بشوار الأهلي في بطولة كاس العالم للهاندبول هنلعب طبعا بطولة سوبر جلوب هنلعب ساعة سبعة إلى ربا ستة خمسة واربعين مع فريق مدر السعودي في مجموعة بتضم الأهلي ومدر وبانفكة المشاهد والأطاة دي طبعا خاصة بالسادسة بنعرض على حضراتكم عشان نقول إنه جمهوره دا حماية مش كلمة وخلاص أو مش شعار أو مش سوجن كده بتقالوا خلاص اللأطاة دي بتتكرر في كل لحظة الأهلي بيكون فيها برى الحدود وده يأكد لك قد إيه نادي الأهلي جمهوره عظيم وجمهوره دايما حاضر لسه شايفين يمكن قريب جدا في البطولة العربية جمهور الأهلي العظيم برضو في الكويت الأطاة دي طبعا من مدينة الدمام في السعودية اللي بتستضيف بطولة السوبر جلوب من أيام بسيطة جدا جمهوره الأهلي في الكويت كان عامل ملحمة ورى فريق البسكت جمهوره الأهلي في قطر مع طبعا الأطاة دايما شايفينها دي الجمهوره الأهلي في قطر مع بطولة السوبر الأفريقي ومع بطولة الكس العالم للأندية كان حاضر بقوة جدا فأنت بتتكلم على أنه في كل مكان ويمكن النهاردة ده السعودية من يومين في الكويت وقابليها في قطر وأينما حل الأهلي الحقيقة يعني والإمارات طبعا يمكن شفنا أكتر من مباراة الأهلي في الإمارات والحضور الجماهير الكبير جدا الشعبية الطغية للنادي الأهلي مش محتاجة دليل ولا محتاجة إثبات وجمهوره الحقيقة في كل لقطة وفي كل مشهد زي ما حضراتكم بتشوفوا كده حاضر وبيساند وبيستقبل فرق في المطار وبيشجع وموجود في الملعب وخريص على دعم الفريق فرق النادي الأهلي كلها أين كانت البطولة اللي بيشارك فيها كل التوفير لرجالتنا النهاردة زي ما قلت لكم المجموعة فيها ثلاث فرق الأهلي ومدر السعودي ومعاهم بنفكة البرتغالي طيب أروح لمطش اسمي عليا شوية وأتكلمكم طبعا انبارح كانت راحة سلبية مستر كولر قرر ندي راحة سلبية للعيبة والنهاردة كان فيه تمرين صباحي ابتدى بمجموعة تدريبات مع اندوية طبعا مخطط الأحمال بعد كده قبل ما ننزل الملعب كان فيه جلسة طبعا مستر كولر تكلم فيها على التحضيرات الخاصة والأفكار الخاصة بمواجهة النادي الإسماعيلي وبعد كده نزلت الفرق الملعب تمرينة بدنية لمدة تقريبا حوالي نص ساعة بعد كده مستر كولر اشتغل مع اللعبة قسم الفرق أربع مجموعات أربع فرق وعملوا تقسيمة في منتقى القوة السعدانة المبارات بكرة إن شاء الله خليني طبعا أقول أنه حسن فعلت لجنة المسابقات بالإعلان طبعا عن جدول كوليسة بتكلم طبعا امبرح في نفس الموضوع ده مع أستاذ جمالي الزهيري وأعتقد أنه بتبقى يعني إذا كان الجمهور نفسه بيرتاح فما بالك بالأجهزة الفنية والإدارات واللعابين يكون عندك جدول منضبط ومعروف ملامحه من البداية بتفرق بشكل كبير جدا مع كل الأطراف ونتمنى الحقيقة نتمنى وما لنشغل أن نراهر إن شاء الله يكون موسم منضبط التحكيم فيه يستعيد جزء كبير جدا من مستوى ومن عفاته عشان نخرج من حالة الجدل وحالة التشكيك وحالة المشكلات وحالة الاتهامات اللي حصلة من موسمين وأكتر فاته النهاردة كمان خلينا أقولكم أنه اللعيبة احتفلت بعيد ميلاد الدبابة المالية أليو تزانج الاحتفال يمكن دايما بنشوفه من لعبة النادي الأهلي سواء بالصفقات والوافدين الجدد أو طبعا دي لقطة الاحتفال المشورة احتفال أليو ديانج لعب طبعا واحد من أهم الصفقات اللي جات مش بس في الجيل ده لكن بشوفه واحد من أبرز الصفقات اللي مش ممكن تتنسي زي أسماء كتيرة يعني زي فليكس زي فلافيو زي جيلبرتو زي علي معلول في أسماء كده خلاص اتحفرت في تاريخ وفي عقول جماهير النادي الأهلي وأعتقد أنه محدش يختلف على ديانج اللي إن شاء الله بإذن الله يكون واحدة من أهم الأوراق مع الأهلي في الموسم الحالي خليني أقول لحضراتكم القايمة اللي أعلنها ميستر كولر واللي هتشارك فيه مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله القايمة بتضم في حرص المرمى محمد الشناوي مع علي لطفي معهم مصطفى شوبير معهم متولي العقد بقوة حمدي فتحي المتقلق عبدالقادر كادرينيو أنا بشوف عبدالقادر المسم ده بتاعك ومرهن عليك بشكل كبير وكثير من الجماهير النادي الأهلي مرهنين بشكل كبير جدا على عبدالقادر شريف موجود برونو سافيو أيمن أشرف حسين الشحات معهم أليو تزينج عمر السلية حسام حسن أفشا شادي حسين علي معلول محمد عبد المنعم أكرم توفيق طهر محمد طهر كريم فؤاد ومحمد هاني كل توفيق لرجالتنا بكرة إن شاء الله طيب سريعا جدا فيما يتعلق ب طبعا الجدول لما تم أعلانه مبارح بتاع الدوري عرفنا أنه فيه تلت أسابيع هتتلعب في نفس توقيت كاس العالم لكن كمان بالتزامن مع نفس التوقيت ده هيكون بداية كاس الربطة طبعا اللي ظهرت في الموسم اللي فات واللي فاز بها فيوتشر على حساب المحلة بنتيجة خمسة واحد تسعتاشر نوفمبر تحديدا بعد بداية كاس العالم هيكون معاد إقامة الدور التمهيدي للبطولة وأيام دور الستاشر في نفس البطولة هتلعب في نفس الشهر ده أيام خمسة عشرين ستة عشرين سبعة عشرين وبعد كده هيتأجل بقى أو هيترحل يعني دور التمانية مش هيتأجل هيترحل دور التمانية للفترة من ستاشر لعشرين مارس في العام المقبل إيه قصة البالوندور وإيه قصة كريم بنزمة عايز أكلمكم في تفصيلة مهمة جدا جدا بالذات للأولاد الصغرين والطلعين مفيش مشوار نجاح مفهوش مطباط صعبة ومفهوش معوقات ومفهوش ناس بتحاول أنها تحبطك أو تفشلك أو تبعدك عن الهدف اللي أنت بتحاول تحققه طب إيه القصة وإيه الحكاية وإيه قصة بنزمة والبالوندور السنة دي هقول لكم بالتفصيل بس بعد الفاصل أنا يا شخصين فرحان الكريم بنزمة كنت أتمنى طبعا زي كل المصرين أنه محمد صلاح يبقى قريب وبالمناسبة محمد صلاح حل خامسا على مستوى جائزة الأفضل على العالم لكن أنا فرحان لكريم بنزمة لأن الجائزة دي مش لإسم بنزمة لوحده الجائزة دي لكل الناس اللي بتحلم والناس اللي حتى قدام معنيها هدف مهما كانت فيه صعوبات هي عايزة توصل مهما الناس اللي حواليها ممكن تحاول تحبطها أو تحاول تعطلها هي عندها إصرار شديد جدا عندها قدرة على تجديد الدوافع وعندها تمسك كبير جدا رغم الظروف ورغم المعاناة ورغم أوقات كتير جدا فيها أحساس كبير جدا بالظلم وأحساس كبير جدا بأنه الدنيا ما عندها لكن أنا ما زلت متمسك بحلمي وأبدا أبدا أبدا مش ممكن هستسلم دي قصة البالون دور السنة دي دي قصة كريم بنزمة اللي من مواسم مش بعيدة أوي كنت بفتكر بنزمة في وجود كريسان رونالدو ووجود جارث بيل وكان بيتقال عنه دايما أنه مهاجم الظل وأنه كل الأضواء مصلطة على سير 7 وحتى على جارث بيل من بعده وأنه لما كان بيتقال أنه في صفقة أقرب للرحيل في ريال مدريد كان دايما بيتردد اسم بنزمة كاسم أول أول الرحيلين عن صفوف ريال مدريد استبعاده أو بعده عن منتخب فرنسا لفترات طويلة جدا رغم تقلقه ورغم أنه واحد من أهم نجوم حتى إن وإن لم يكن الأفضل على مستوى العالمناك أنه تقدرش تنكر أنه بنزمة دايما حاضر بين أفضل 5 أو 10 أسماء على مستوى أفضل مهاجمين في العالم ورغم كده ما كناش بنشوفه بتيشرت منتخب فرنسا كل ده الحقيقة كان فيه صعوبات كتيرة جدا 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 على إنه ومية واحد مكان بنزمة كان ممكن يفكر ويعلق على مليون شماعة عدم قدرته على الوصول للحظة دي للمكانة دي لقب الأفضل على مستوى العالم وبالتأكيد أنا الحقيقة بشوف أن ريال مدريد قدم واحد من أسوأ المواسم بتاعته رغم أن النتائج بتقول عكس كده لكن حقيقة الفضل الأول والأخير فده يرجع لبنزمة ومعاه طبعا لعبين كانوا مؤسرين ونجحين زي بو كورتوا اللي فاز برضو بجائزة الأفضل ومعاههم كمان فينيسيس جونيور السلاسي ده بشوف أنه هو كان عمود الفخري للريال واللي كان سبب رئيسي فيه تتويج الريال بلقبين مهمين جدا في تاريخه تشامبيونز ديج والليجة السنة اللي فاتت ومعلومة معلومة دي أنا عرفتها من ابني الحقيقة وتأكدت منها مرتبطة ببنزمة هي لقطة صغيرة جدا بس تعكس لك مستوى التركيز مستوى العقلية الرغبة في التمسك بالنجاح كريم بنزمة تعرض من حوالي ثلاث سنوات لإصابة بكسر في واحد من إصابة عيدي وعمل عملية جراحية سريعة جدا يعني يعالج الكسر ده لكنه في لعبة مشتركة بعد كده تعرض لإصابة في نفس المكان وكان مطالب أو الدكتور الطبيب المعالج لي طالب منه أنه يعمل عملية تانية في التوقيت اللي كان بنزمة حاسس أنه بدأ يستعيد أو بدأ يوصل لمستويات ما كانش وصل لها قبل كده استمر كريم بنزمة وانت يمكن تاخد بالك من ربطة إيده اللي بتظهر في كل مباريات الريال مدريد استمر بنزمة على نفس الحالة دي لمدة ثلاث سنوات لأنه بس ما كانش عايز يعطل نفسه عن المشوار وعن الطريق اللي هو اختاره ليه هي باختصار شديد جدا هي دي العقلية هي دي زي ما حالكم شايفين ده صباعه اللي تعرض للإصابة واللي اتكررت مرة تانية واللي قرر بسبب وصوله لمستوى معين أنه ما يعطلش نفسه ويجري العملية الجراحية اللي ممكن تبعده إلى حد ما عن الملاعب وبالتالي يتأثر مستوى بشكل من الأشكال تحية لكل واحد صاحب إرادة صلبة واحد عنده إصرار كبير جدا عن نجاح لأنه ما كانش حد يتوقع في وجود كل الأسماء دي وبعد سيطرة طويلة جدا من سياع سيفن ومن ليو ميسي أنه بنزمة يوصل لمنصة التتويج ويحصل على لقب البالعندور تيبو كورتوى حارس مرمى أفضل حارس مرمى لمندوسكي جائزة جيرد مولر كأفضل مهاجم ساديو ماني طبعا فخر لإفريقي أن يكون فيه واحد بيمثلها حاضر على منصة التتويج وحتى وإن كانت الجائزة جائزة سوكراتس المستحداثة مرتبطة بفكرة الأعمال الخيرية وملمان سيتي أفضل نادي في العالم وفي دي نتفق ونبصم بالعشرة خلينا ناخد الزميل العزيز والنقد الرياضي واليد الحديدي من فرنسا كان بيتابع طبعا الحفل خلينا ناخد منه أبرز وأهم ردود الأفعال ورؤيته طبعا للنتاج اللي تم إعلانها والعالم كله تباحها يا واليد وحشتني جدا جدا وافتخذيناك جدا وأهلا وسهلا بيك مع نفسها ديسة حتى لو متخذي التليفون يا أحمد تحياتي لك والله أنت وحشني أكثر يعني في جد مفتقدة جدا ومفتقد قناة الأهلي ودايما يعني كلينا حلقات أنا عن نفسي بتذكرها وبحطها في الأرشيف كده من كتر ما بكون مستمتع بيها وسعيد وأنا موجود فيها وإحنا دايما بنستمتع بيك كلمني بقى عن البالوندور وأنا الحقيقة مش بس فرحان لبنزيمة السنة دي لكن يمكن أنا مش عايفكم تسمعوا أنا بتكلم وإحنا بنقدم الحفلة أنا فرحان للرسالة المهمة جدا اللي حابة بأكد عليها للشباب الصغير اللي طالع واللعيبة المصرية اللي عندها حلم أنها تنجح وتكسر الدنيا برى الحدود كريم بنزيمة كان عنده مليون شماعة وشماعة ممكن تعطله وتكسره وجوده في ظل كريسيان ورونالدو لسنوات طويلة جدا ابتعاده عن منتخب فرنسا أيضا لسنوات طويلة جدا ورغم كده كان عنده من الإصرار ومن الإرادة ومن العزيمة أنه يواصل المشوار لغاية لما وصل للحظة اللي بعتقد أن لها الأفضل بالنسبة له في التاريخ والأهم هي لحظة تتويق بجهزة البالوندور يعني متفق معك جدا يعني الحقيقة كريم بنزيمة قصة نجاح واضحة المعالم وقصة صعود وقصة تغلب على العصرات وتغلب على العوائق وخروج من كبوات الحقيقة تصلح نموذج لأي حد عايز ينجح فأي مجال مش بس كرة القدر كريم بنزيمة بدأ مسرته إلى حد ما في مرحلة الشباب كان ما كانش بهذه الشخصية خالص كان شخصيته مختلفة كان نقدر نقول أكثر استهتاراً أقل بصراساً ما كانش بيخدم موهبته بالشكل اللي تستحقها نقدر نقول على الرغم من الموهبة طبعاً المتفجرة والرائعة اللي ظهر لنا بقالها سنة أو اتنين وما قبل ذلك الحقيقة لكن كريم بنزيمة كان يقدر يكون في الليبل دا من زمان زي ما أنت بتقول العديد من العوائق كانت في طريقه سواء هو صنحة هو شخصياً بسبب بعض التصرفات وبسبب التعامل غير جيد مع الموهبة أو عوائق تانية ما كانش ليه يد فيها وضلم فيها وحتى من جماهي الفريق نفسه جماهي الريال مزيد نفسها لو كنت سألتها من سنتين ثلاثة أربعة فاته مين اللعب اللي أنت عايزه يمشي من الفرقة أو مين أكثر لعب غير مفيد للريال كانت معظم الإجابات هتصمح ورحب حول كريم بنزيم الحقيقة هو تخطى كل ده واجه كل ده يشتغل على نفسه في سنة أكثر من الخمسة وثلاثين النهاردة أكبر لاعب من من الخمسينات بيتوق بالبطولة أو من الأولى الستينات وهو في سنة أكثر من الخمسة وثلاثين رقم مزهر رقم لازم كلنا نقف عنده ونفهم معناه إن اللاعب في هذا السن بعد كل هذه الصعوبات ويتوق ببالوندور الحقيقة تجربة تستحق الاحترام كريم بنزيمة مش بس مجرد مهاجم بيجيب أهداف لريال مدريد كريم بنزيمة أصبح أيكل للفريق وجوده يعني حتمية فوز الريال طول ما كريم بنزيمة موجود أنت متطمن واحد من جمهور ريال مدريد إن الريال هيكسب عدم وجود كريم بنزيمة مهما كان الأسماء اللي في الملعب بتبقى قاعد ومش متطمن وده مش شيء قليل إنك تصبح رأس حربة بمواصفات أيكونية لفريق بحكم ريال مدريد كل هذه النجوم طبعا كريم بنزيمة طبعا لازم نقوله شابوه لازم نرفع له القطة طبعا خليني أسألك وقبل ما أكمل معك كلامي عن الجوائز يعني ناس كتير جدا بتسأل محمد صلاح السندي مركز خامس ومتفوق على أسماء كبيرة جدا 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 يعني لا داعي للذكر أنه الحقيقة أسماء يعني ملعب تقيل ورغم كده وشوفنا مبارح ناس كانت في المركز العشرين والتبنتاشر والناس حضر الحفلة لكن للعامل تاني على التوالي بيغيب صلاح عن حضور حفل جايزة البالوندور عندك أسباب عندك معلومات عندك كواليس نحب نعرف برضه بتهالي الموضوع ده أوسيل مبارح أكيد طبعا هناك طبعا أكيد أكيد وأنا لا أتذكر أن محمد صلاح يعني محمد صلاح بدأ المنافسة نقدر نقول من مسم 2017-2018 يستقل فيه ليبر فول فبدأ يتحط فيه ليبل المنافسة على لقب الأفضل في العالم والفعل سنة 2018 كان خادت ثالث سيزابات الحقيقة في خلال كل هذه السنين بتتكلم عن بالنسبة للبالوندور حفل بالوندور 18 وال19 و21 و22 لأنه طبعا عشرين لم يقام بسبب كورونا حسن الكورونا مواسم لم يحضر فيهم ولا مرة محمد صلاح الحد بتتكلم في دابست في خمس حفلات 18 و19 و21 و21 وفي انتظار الـ 22 تتكلم عن أربع حفلات محمد صلاح حضر مرة واحدة فقط كانت في 2018 لما كانت في لندن وكان ساعتها خادت ثالث أحسن لها في العالم وخادت جائزة بوشكش كمان لأفضل هدف وبالتالي حضر للتاتويق قد يكون عنده أسبابه محمد صلاح لكن أنا اللي قدر أقوله أو اللي قدر نقله الانطباع الانطباع اللي متاخد عند مثلا الصحفيين من مختلف أنحاء العالم يعني الناس كانت حبا أن محمد صلاح يكون موجود الانطباع إلى حد ما يعني مش عايز أقول سلبي لكن يعني غير مبرر بالنسبة عدم حضوره هذه الإيفنتات هو حضور غير مبرر عدم حضور غير مبرر أيضا الجماهير كل الناس بتسأل عنه محمد صلاح في سن الثلاثين لسه عنده مسيرة كروية أربع أو خمس سنين بالتوب ليبل لازم يكون حريص لأن انت عارف برضو التصويت ده تصويت بشر يا يحمد يعني ده مش كمبيوتر نفكر الناس بقالية التصويت في جهزة البالوندور يا دكتور وليد طبعا هو كان الأول قبل جهزة السنة كانت تصويت عن طريق صحفيين من كل دول العالم البالوندور أو الفرنس فو الدول بتتواصل معهم صوت من كل دولة وكان ده اللي بيتم على أساسه تقييم الأصوات لكن السنة دي الكريتيريا تغيرت المصحفين اللي بيصوتوا من أول مية دولة فقط في تصنيف الفيك وبالتالي هم مية صحفي ذات طبعا أنه كمان العوامل التصويت أو ما يبنى عليه التصويت تغير من الفرنس فو تقول نفسها اللي أصدرت بيان أوضحت فيه أن التصويت هيكون بداية من عشرين اتنين وعشرين بناء على المستوى والأداء الفردي فقط وليس البطولات الجماعية وهي دعتها فاس بقى ما تلجأ للبطولات الجماعية لما بيكون فيه اتنين أداءهم الفردي يعني متقارب لحد كبير ومش قادر تحسن ما بينهم تبدأ بقى تشوف مين اللي خد طوله ومين اللي مخدش طبعا فده آلية التصويت فأنا كنت في النقطة إن ده تصويت ده ملسلك تصويت بشري صحفيين بيصوتوا فوجودك في المكان حتى يعني كتوشيال ريليشنز كتواصل مع الناس لازم ليه دور ليه دور الناس لما بتشوفك قدامها الموضوع بيفرق كتير جدا دقت كمان إن انت بتطيب امبريشن أو انطباع عند المنظمين إن انت هو محمد صلاح مؤكد مش ده اللي عنده يعني مش ده السبب لكن الطباع اللي بيوصلهم إن انت ما بتحترمش جايزتي أو ما بتحترمش مؤسستي مظبوط مظبوط رسالة فأنا أتمنى إن محمد صلاح طبعا طبعا وعنده صلاح يعني عنده من الزكاة الاجتماعي اللي يقدر يتعامل فيها ويعني يبص لنقطة دي أتمنى بروجة نظر مختلفة لكن الستيجي مبارح كان عالمي يعني انبارح احنا بنتكلم على فريق أحلام بنتكلم على دي 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 دروكبا في اليمين أندريت شافتشانكو في الشمال رونالدو نازاريو في القلب ومن وراهم فيجو وزيدان يعني ده كوكتير وبعدين ملكي ريال واخد أفضل لعب وأفضل حارس مارما وطبعا زيدان وفيجو ورونالدو التلاتة لعبوا في الريال فانبارح جمهور الريال كان يعني في قمة فرحته احنا بنبارك لريال مدريد أن هما وصلوا للعابة الـ 12 اللي يكسب البالوندور حتى يعادلوا رقم برشلونة اللي كان عنده 12 لعب قبلهم فيعني ببارك لريال مدريد وصلهم للرقم ده بس يعني لو بتتكلم جد فطبعا ريال مدريد مؤسسة قروية جديرة مش بس بالإحترام جديرة بالدراسة انت لازم تدرس الناس اللي بتفكر وتتعامل مع كرة القدم ازاي الرجل رئيس تحيير فرانس فوتبول بيقولك فلورنتينو بيريز ومؤسسة ريال مدريد بتوقيع دعم لعبيها وبتوقيع التصويق لعبيها صحيح وليد أنا بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى إن شاء الله أن مقابلتنا اللي جاي أو مكالمتنا اللي جاي تكون هنا في الستوديو شكرا دكتور وليد حديدي طبعا كان موجود في باريس وحضر فعاليات الحفل نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا عشان كده بتهيت حلقة النهاردة وقلت لكم إنه النسخة الجديدة من الدوري الممتاز السنة دي أعرب إنها تكون الإيجيبشن بريمير ليج ليه قلت الكلام ده اللي ما تبعناش بالبداية لأنه النسخة فيها أكتر من طبع أجنبي بداية وجود سبع مديرين فنيين أجانب زي ما حضراتكم شفتوا من شوية بيتولل المسؤولية الفنية لسبع فرق في المسابعة نتكلم على عدد محترفين قياسي وصل لـ 88 لعن جايين من أربع قرات جايين طبعا معظمهم من قارة أفريقيا ومنهم الحقيقة على أصل متماسة جدا من الشمال الأفريقي جايين من قارة أوروبا دول زي هولندا وزي سربيا جايين من أسيا عندنا من أردن عندنا من فلسطين وجايين طبعا من أمريكا الجنوبية زي البرازيل بالإضافة كمان أنه عنصر التحكيم أو يعني ملف التحكيم دخل عليه عنصر أجنبي مهم جدا نتمنى أنه يكون لي مرضود إيجابي وهو طبعا مارك كلاتنبرج فهل قصة الثقافة الأجنبية أو الخبرات الأجنبية اللي بيستفيد منها الأندية اللي بتشارك في الدول تترجم بقى على عرض الملعب في كرة غير في متعة غير في مستوى غير ويكون الدوري ده نسخة مبهجة ممتعة قوية من نسخ الدولي الممتاز ده هيكون واحد من المحاول اللي هنتكلم فيها وبالتأكيد مطش بكرة الأهل الإسماعيلي مش غايب علينا بس بداية طبعا نرحب بنجمينا النهاردة نجمي نادي الأهلي ونجمي منتخب مصر كابتن أسامة عرابي اللي بيشرفنا فيه السادسة مساء خير كابتن أسامة السلام خير أهلا وسلام بك يا أحمد والسلام مشاهدين الله يكريمك الله خير يعني زي ما حضرتك كده شفتوا تابعنا سبع مديرين فنيين على رأس أجهزة فنية للمسابعة طبعا مارسال كولر الأهلي فريرة الزمالك جونياس تاكيس جونياس مانولوفيتش وبابا فاسيليو مع الاتحاد والمحلة بالإضافة لحدث كبير جدا هنستعرضه محاك كمان شوية عشان تبصوا برضو على خريطة اللاعبين المحترفين هل تتوقع أن نسخة الدولة ده ككورة ككورة تبقى مختلفة نشوف صراع أقوى على المقدمة صراع أقل على الهروب من القاع نشوف كورة قوية جين مفتوح أو يعني كورة مفتوحة قوة سرعة عليقة مهارة ولا ما نرهنش على القصة دي قوي متوقف على حاجات كتيرة منها انتظام موعيد الدور العام لأن احنا شوفنا المتشات السنفة دي كانت مضغوطة جدا فالنادي الأهلي أول كان المتأثرين وأثرت على مستوى ده اللاعباء والفرقة فأول حاجة نتمنى تكون المسابقة منتظمة جماهير أتمنى أن عدد الجماهير يزيد في الدخول لأن الجماهير هم عصب كرة القدم وبيدوا حماس كبير للعبين والأجهزة الفنية يعني الدوري بيبقى ممتع وجمهور في الملعب طبعا أتمنىها طبعا ما تشكت كتير بنلعب أكننا بنلعب دور شركات أو تمرين تأسيمة كده خاصة كمان يعني يمكن لما بيسمح بألفين وثلاث تلاف وخمس تلاف يعني لحد ما الأهلي طبعا والزمالك شوية لكن ساعات فيه أنديت شركات بتلعب مع بعض بتحس أنك انت ما تشودي ده بقى أمر واقع برضو كابتن أسان ما هو أمر واقع حتى لو تفتحت مدرجات الأستاذ كلها ما تتوقعش أن فيه مطشط هتبقى فيها جمهير أساس أمر واقع أتمنى طبعا أنه مع احترام الكامل لفرق الشركات طبعا فرق مميزة وأضافت من من ناحية القوة المادية وبيستقطبوا العباء جيدين وكل حاجة بس طبعا كنت أتمنى الأنديال الجمهيرية تبقى متواجدة لأن الشكل العام كده سنة ورى سنة الأنديال الجمهيرية بتنسحب وبتنزل دور الدرجة الأدنى أنا كجمهور كورة سمح لي أقولك أنا كجمهور كورة لما تبعت الميركاتو شفت صفقات تجاوزت قيمتها حوالي الأربعة مليار جنيه في موسم الانتقالات الصيفية وشفت وعرفت كمان بالأرقام ونحب دائما كلم بالأرقام أننا عندنا 88 محترف خلينا استعرضهم ما حضرتك كده ونشوف تأثيرهم إيه لأنه بالتأكيد إحنا بنلجأ لمحترف أجنبي إحنا بندور على كواليتي مش موجودة عندنا وبالتالي مفترض أنه المستوى ده ينعكس على الكورة وعلى المسابقة بشكل كبير كده طيب عندنا من نيجيريا 16 محترف بيلعبوا في مختلف الأندية المصرية من تونس 13 لاعب يعني تونس ونيجيريا حصة الأسد تقريبا من 88 لاعب ليهم 29 لاعب لأحدهم من فلسطين فيه 5 محترفين المغرب 5 محترفين الجزائر 4 محترفين بورتينا فاسو 4 محترفين أيضا ومن كوديفور 4 محترفين وغانا بنفس العدد 4 محترفين ثم غينيا عندنا 3 لاعبين محترفين أغاندا 3 تنزانيا 2 هولندا ودي كانت ملفتة جدا بالنسبة لي طبعا 2 لاعبين محترفين من هولندا من الكاميرون 2 ومن مالي طبعا 2 منهم طبعا الدبابة بتاعتنا أليو ديانج منهم من السنغال فيه 2 جنوب أفريقيا 2 منهم أيضا بيرسي تاو فخري لكي أعتقد في بيرميدز أنجولا فيه 2 من المحترفين الجابون فيه لعب واحد محترف ثم عندنا كل من بنين الأردن توجو سربيا البرازيل غينيا بيساو موريتانيا إثيوبيا والسودان لعب واحد وأيضا تنضم القائمة اللعب واحد كولومبيا وليبيا ومضغشق دي جنسيات زي ما قلت جايين من أربع قراط عدد لا بأس بي 88 لعب محترف بتعكس أكيد القدرات المالية بالإضافة لمركاتوة كابتن أسامة سوء انتقالات حتى بما فيهم اللعبين محلين تقلوا من نادي لنادي بكالم تريبا على تكلفة تحملتها خزان الأندية اللي بتشارك في البطولة أكتر من أربعة مليار جنيه حل برضو ده مؤشر لأن الكورة ممكن تبقى مختلفة أن المستوى القوة المهارة أن الدية حالة الصراع يبقى مختلف في النصحة الجديدة من الدوري لا مش شرط هو جزء مهم لو انتقاء اللعيبة ديت بشكل محترف وأن هم يبقوا مؤثرين سواء الأجانب أو المصريين اللي بتنقلوا من أندية الأخرى نحن بنشوف عدد من اللعيبة المصريين كل سنة تقريبا بتنقل من نادي لنادي وتأثيره ضعيف في الفرق اللي بتنقل لها مالوش مردود كبير نفس الشيء بالنسبة للعيبة الأجانب لو استعرضنا اللعيبة المؤثرة بشكل فعلي وأضافه للكورة المصرية وطبعا هيديفه لنفسهم هتلاقي عددهم قليل بالنسبة لعدد المحترفين الموجود في لعيبة كتير جدا بتقعد على دكة البودلاء في لعيبة كتير جدا بتبقى خارج الـ 18 ودي طبعا مستغربة لأنك إنت لما بتقول خمس لعيبة محترفين في كل فريق المفترض أنه لا يقل عن أربع لعيبين يبقوا متوجدين في الملد على يقل إذا ما كانوش الخمسة مفترض يبقوا الخمسة كمان لا دا احنا بنشوف لعيبة منهم خارج كمان الـ 18 مش متوجدين بصورة قوية يعني ملفتة لكن الأساس أنه أنت بتجيب لعيبة محترفين يعني محترفين أقصد من خارج بلدك عشان يضيفوا قوة زيادة للفرق دي فدي نسبتها أنا مش عايز أحط نسبة بالظبط لأنني مش حاسبها بالنسبة يعني لكن لما بتشوف اللعيبة مثلا الموسم اللي فات اللي مؤثرين فعليا لا يتعدوا أصابع لإيد الوحد يعني فيه لعيبة كتير جدا من اللجوم كانوا عاديين وأقل من اللعيبة المصريين فهو دي برضو من الحاجات اللي أنا مستغرب فيها أنه خمس لعيبة محترفين بيبقوا موجودين في الأندية وتأثيرهم ما بيبقاش كبير على الفريق يعني فأتمنى السنة دي نشوف حاجة مختلفة لأنك كده بتتفعلهم بالعملة الصعبة بتحرم عدد من لعيبة المصريين لأنك أنت بتقول خمس لعيبة أجانب أنا متصور أنه في الدور المصري بوضع الدور المصري ما يزيدش عن ثلاث لعيبة أجانب لكل فريق يعني خمسة كتير جدا أنت مع تقليل عدد المحترفين الأجانب آه طبعا ثلاثة بالنسبة للدور المصري كويس جدا ثانيا أنت الأرقب بس يعني ممكن نطرح وجهة نظر شوية مختلفة آه نتفت في موجهة نظر ستقول لك ممكن أنه أسعار اللعيبة في مصر بقت مبالغ فيها قوي وأنه أوفر لي وأسهل لي أن أنا أجيب كواليتي ممكن تبقى أحسن من كواليتي اللعب المصري وأرخص من اللعب المصري من بره طبعا فين هي؟ يعني عايز أقول مين هي الأسامي؟ اللي هي كواليتي أفضل من الدور المصري وجاية بأسعار أقل من الدور المصري في لعبة كتير جدا جاية بأسعار عالية جدا أكتر من اللعبة في الدور المصري أو مستوية لها وما كانتش مؤسرة في أنديةها خاصة كتير جدا يعني في كل الفرق تقريبا فاللعاب اللي هو أقل مديا وأفضل من اللعب المصريين يعني أنا أتمنى أن أشوفهم يعني أو أشوف عدد منهم يعني مش حسسها كتير طب أنت أقول لي يعني حتى في الأندية كلها أقول لي مين كده اللعب الأجانب اللي كانوا مؤسرين قوي في أنديةهم هتلاقيهم ما يجوش 7-8 مصري يعني في الأهلي كلهم مؤسرين بصراحة حتى بدر بنون اللي رحل كان لعب مهم ومؤسر علي معلول لا مكسوني مؤسر في إيه مكسوني رحل خلاص يعني أنا بكلم عن الموجودين حاليا ماشا برسيته وحتى هذه اللحظة مع احترامي الكامل ليه مش مؤسر مؤسر في بعض المباريات لكن هل هو مؤسر بنفس القيمة اللي يكون عليها محترف لكن علي معلول آه طبعا آه طبعا يعني فيه أسامي أنا لا أقدر أتكلم عليها وغيري مش أقدر أتكلم عليها واضحة وضوح الشمس في الزمالك برضو هتلاقي مثلا كان بين شارئي وموجود هتلاقي مثلا الرجل بتاع أمبي اللي هو المهاجم أبوك موجود هتلاقي الزهير الأيصر اللي كان في الجونة جونس جونس وفي سيراميكا موجود فيه سبع تمن لعيبة هتلاقيهم مؤسرين لكن الأغلب مش هتلاقيه مؤسر بالدرجة اللي هي بتاع حريم لعيب مصري أو بالدرجة الفلوس اللي بتتدفع فيه ده بالنسبة للعيبة طب بالنسبة لأجهزة الفنية يعني سبعة من أصل 18 أعتقد نسبة كبيرة جد وبالتأكيد ويمكن كلهم في أنداجة مهرية يعني أهلي زمالك بس سناق بيرامت صبعا يمكن مالوش يعني مالوش ظهير جمهيري كبير لكن أهلي زمالك إسماعيلي محلة اتحاد يعني عموظمهم في أنداجة مهرية وبالتالي مفترض أنه يقول لهم تأثير أو يغيروا شوية أنا ما بجي برضو موديل فني أجنابي بالتأكيد أنا جايب حد يعني يحط بصمة أو حد يعمل نقلة أو حد يطور من شكل فلي فلما يبقى عندي أنداجة مهرية معتمدة بشكل كبير على الأجهزة فأنها محترفة وجاي من بره مصر شايف تأثير تأثير ده إيه على الكرة اللي هتتقدم في النسخة الجديدة من الدول والله بص أنا يعني مش هفضل طول الخط ضد موضوع الأجانب ولا مع طول الخط في مدربين أجانب بيجوا للدور المصري أفادوا الكرة المصرية لتعلمنا منهم سواء اشتغلنا في اللعيبة تحت إيديهم أو مساعدناهم في ناس كانت مؤسرة لكن أيضا هناك الكثير جاي للدور المصري ولم تستفد منه الكرة المصرية ولا الأندية أنا بحس ساعات أنها موضة بتطلع وهجى أن كلنا عايزين نجيب مدربين مصريين حتى اللي هو بيصارع يعني أندية بتصارع من أجل البقاء بالثلاث سنين واربع سنين وأندية نزلت درجة تانية وبتجيب مدربين أجانب إيه هو الإضافة اللي اضافت أنا مش شايفها أندية بتلاقيها مستوى التطور بتاعها في الأداء عنها عن أن يكون أجنابي موجود أو مصري موجود ما لقيتهاش في أندية كتير والسنة اللي فاتت بدون ذكر أسامي مع أكتر من نادي في مدربين أجانب جم ما أدوش أي تطور ولا أي فرق عن مدرب مصري لكن فيه بعض بعض أحياناً المدربين الأجانب اللي هم ممكن يكون عنده رؤية متطورة شوية ممكن يضف لك أسلوب لعب جديد ممكن يضف لك تعامل مع اللعيبة ممكن يحطك في مكانة أفضل لكن السنة اللي فاتت كتير جداً منهم برضو بدون ذكر أسامي لم يحققوا نجاح يعني قليلين اللي حققوا نجاح يمكن فيه بعض المدربين المصريين في أندية حققوا نجاحات أكبر أكبر منهم أي يعني فيه بعض المدربين المصريين حققوا نجاحات أكبر منهم وفيه ناس اشتغلت فترة والأندية استغنت عنهم وجابة مدربين مصريين وفيه العكس طبعاً فهي مش شرط متوقفة زي ما قلت لك على كفاءة المدرب اللعبة اللي موجودة معاه الإدارة هتساعده ولا مش هتساعده مش هتستحمل بعد 23 وشوفنا يعني مثلاً معين الشعباني في المصري في المصري الرجل كان واخد بطلطين إفريقيا مع التراجي التونسي جي هنا نفس المعاناة اللي بيعانيها أي مدرب مصري ما فيش إضافة كبيرة يعني شوفنا الرجل فريرا مع أمبي رغم أن اسم كبير راح ما فيش ما قداش يعني وضوح في أي حاجة ومشي ولا تيجي كشري في يعني أكتر من من اسم جي ومالحقش بالنسبة للقال كيروش سوارش يمكن ده الظلم شوية أنه جيف توقيت صعب حد شقدر يحكم على حديث آه يعني ما هو ناسي بقولك هو جيف توقيت صعب ظروف صعب ثلاثة أربعة شهور ظروف صعبة لعبة مصابة لعبة تعبانة عدد ماتشات كبير يعني متتالي يعني متتالي يعني أنا بقولك متوقفة على حاجات كتير جدا توقفة على انتظام دوري توقفة على إدارات أندية تصبر على المدربين على نوعية المدربين نفسهم إيه اللي مطلوب من المدربين دولت ما هو أنا مثلا نادي الأهلي بجيب أجنبي عشان يطور لي أدائي وعشان ياخد بطولات لأن أنا بلعب على بطولة نادي الزمانيك نفس الشيء بقيت الأندية اللي في نص الجدول أو في آخر الجدول أنا ما بشوفش يعني طب هو بيجيب أجنبي ليه يعني أنا بشيب إيه الدوافة الدنيا اختلفت شوية والدوافة اختلفت عند الأندية ما بقاش بس فكرة الفوز بالبطولة أو الوصافة النهاردة منتكلم على أنه أول خمس مراكز في بطولة الدولية أو في جدول الترتيب بيأهلوا لمشاركة في بطولات دولية وبالتالي أنا محتاج على أقل عشان يبقى عندي خمسة بيشاركوا في دول يبقى فيه تمانية أو عشرة بينافسه على الخمس مراكز الأولى وده أعتقد يفرق شوية في نوعية الكواليتي بتاعت الكرة اللي بتتقدم هسمع رأيك في الجزئة دي وهربطها كمان بموسم الانتقالات لأنه احنا بكلم على موسم تاريخي وعدد صفقات كبير جدا كل الأندية لدرجة أنه الأهلي هو أقل فريق دعم السنة دي بعد ما كنا متعودين الأندية الكبيرة هي اللي بتجيب أكبر عدم الصفقات النهاردة شفنا أندية بتجيب أسوان طلع يعني للدوري جايب حوالي 20 لعب جديد إسماعيل يعمل تدائمات كبيرة الاتحاد المصري وغيرهم من الأندية فخليني أسألك برضو على الجزئة دي هل ممكن تغير من شكل خليني أقول بصرف نظر عن كواليتي الكورة شكل المنافسة ممكن يكون عامل إزاي بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نسمع رأي كابتن أسامة عرابي في السابسة نفهم من كده أنه مواجهة الدرويش في بداية الدرويش تقول عمرهم مش هم حلوة علينا مدام المواجهة في بداية المطولة وتبقى المباراة زي ما قلت واحدة من المطشاط فيه مطشاط كده الجمهور بيستنيها بصرف النظر بقى عن الفريق حالته إيه مركزه إيه في الجدول الترتيب بينافس ولا بقيد عن المنافسة فتبقى مباراة الأهل وإسماعيلي واحدة من المطشاط اللي بتستنيها مش بس جماهير فرقتين لكن جماهير الكرة في مصر وقبل ما أدخل في مطش بكرة خليني أسمع رد كابتن أسامة عرابي نجمنا وضفنا النهاردة على قصة المركاتو هل يتوقع سنة اللي فاتت بنشوف دايما ومش سنة اللي فاتت بس سنوات اللي فاتت أو المواسم الأخيرة بنشوف دايما الصراعه المنافسة بالمقلوب بنشوف أنه فرقة اتنين الأهلي بيحسن منفردا أو بيخش معه الزمالك السنة اللي فاتت دخل الزمالك مع بيرميدز بتبقى دي المنافسة على القمة والصدارة والمنافسة في القاع ضرب نار هل ممكن المعددة دي تتعدل السنة اللي جاي مع المركاتو الرهيب رهيب عدد فيه فرق اشترد فرق كاملة جديدة ونستعرض مع حضراتكم ده مع كابتن أسامة دلوقتي لكن هل بتشوف أنه شكل المنافسة ممكن يختلف الموسم اللي جاي الصراع المقدمة ممكن نشوف فيه دخول فرق زي المصري زي الاتحاد زي الإسماعيلي بعد مركاتو قوي جدا واعتقد أنه دار 16 سنوات الأخيرة والصراع والهروب من الهبوط اعتقد أثر بشكل كبير جدا مع عدارات الأندية دي في الموسم الحالي لا صراع على الدوري لا صراع على الدوري اللي والزمالك خلينا نتفق أنه الصراع على الدوري مش بطولة بس يعني الصراع على الدوري مربع زهبي أو خمس مراكز أولة مربع زهبي أنا لو لو صنفتلك الفرق بالورقة أو الألم لو قلتلك ترتيبهم الثمانتاشر ممكن أنجح فيه بنسبة 95% قبل ما الدوري يبتدي طب ما ده نعمل لها حلقة دي أه والله أترتيبهم لك بص الدوري العام لأهل والزمالك حصول حصول البطولة الدوري العام لأهل والزمالك برامز السنة اللي فاتت جت له فرصة زهبية من الصعوبة بمكان أن تكرر أن الأهل والزمالك فقدوا عدد من النقاط مش مسبوق في تاريخهم يعني حتى الزمالك فقد كتير جدا ولكن الأهل عشان فقد أكتر بكتير الزمالك حصل على بطولة الدوري ومع ذلك برامز لم يستغلش الفرصة لم يستغل الفرصة الأهل والزمالك مش هيبقوا سهلين زي السنة اللي فاتت فأنا أستصعب أنه مع احترام الكامل ليهم فرصة جيدة طب برص راع بين الأهل والزمالك على القمة المنطقة اللي وراء البطل والوصيف مين الفرق اللي تتوقع أن يكون أو عدد الفرق بصفة نزع على الأسماء عدد الفرق توقع أن يبقى فيه منافسة سخنة بينهم على التأهل للكونفيدرالية والتأهل للبطولة العربية يعني أربع خمس فرق منهم طبعا بيراميدز أكيد في يوتشار بكلمة على السفقات اللي موجودة والاستقرار اللي عندهم والدعم المادي الكبير جدا للأنداء دي بيراميدز في يوتشار ممكن المصر بعد كامل أبو علي ما جاء يبقى أفضل بكتير من السنة اللي فاتت ممكن البنك الآلي يخش معهم شوية ممكن يعني سموحة والتحاد السكندري احتمال يعني في المنطقة دي وبعد كده هتلاقي بقى الفرق بال تتابع أو تتالي لغاية لما هتستقر في خمس ست فرق هيصرعوا من أجل البقاء صحيح بصورة خاصة ما فيش شك في كده الفرق اللي صعدة هتبقى ظروفها أصعب من الفرق اللي كانت مستقرة داخلية أسوان خسرت النهاردة من الاتحاد في أول المطشاط نتيجة 1-0 بداية تعتبر جيدة وإن شاء الله متمنى التوفيق للكابت الربيع والفرقة أسوان فرقة محببة لها البلدي وأنا مسكتهمها قبل كده وإن شاء الله أسوان محببة لكل المصريين يا كابتر الحمد لله بجد والله لا مجاملة ولا مبالغة لا صحيح أسوان وناس أسوان يعني ما فيش خلاف عليهم صحيح يعني مع كابتن ربيع ياسين أعتقد أنه يعملوا موسم كويس قوي ولكن ما فيش شك أنه ظروفهم بالإمكانات المادية والظروف وأنا اشتغلت مع معارف بيعانوا في أنه انتقلت وبيعانوا في المعسكرات وبيعانوا حتى هذه اللحظة أنا متأكد أنهما بيعاد خالص عنه عشان كده لما بقولك في ويتشار وإمبي وبراميز وكلام ده صرف نسبة مثلا خمسين لواحد يعني بس هم عاملين مركاته برضو ماشي ماشي يعني ماشي وجايب أسماء برضو يعني محترمة يعني هيسى مع ربيع مع كابتن ربيع حاولوا يعملوا ولكن وكابتن ربيع مدير فني يعني مدير فني ما أخلي بالك وانا عشان أقس مديرين فنيين معلش وهذه نقطة خطيرة جدا في مصر بتحسب ما جيش أنا أقيس مدرب ماسك بيراميز متوفر لي لبن العصفور وبعدين أقيمه بمدير فني ماسك أسوان ما بيعملش صفقة واحدة بقيمة أو صفقته كلها بقيمة صفقة واحدة مثلا من نادي بيراميز أو فيوتشار وأجا أقيم في الآخر أقول كابتن ربيع والكابتن ماشي بس التاريخ علمنا كابتن أسامة وأنت كنت تشاهد على عصر بتظهر فيه فرق بتطلع حتى من درجة المنصورة طلعت البلدية طلعت عملوا حالة وكلهم شكل من غير الإمكانيات اللي كنت عند الأندية الكبيرة المأولين في فترة من الفترات لا دي استثناءات لا تكرر كل أو ما بتتكررش دايما بتتكرر كل عشرين تلاتين سنة وفي ظروف ما فيش ضخ فيها أموال بالدرجة دي هينفعش أنا هاجي نادي ببتدي باخد الكريمة بتاعة اللاعبين ونادي بيستنى الناس اللي هي رجع من إصابة الناس اللي هي مش موجوء يعني بقى لها كم سنة ما بتلعبش الناس اللي بتفنش حياتها وهقارن في الترتيب أو في المستوى بينهم هو بيحاول على قد ظروفه كابتن قسامة اللي انت بتقوله ده يعني يتحسب بشكل كبير جدا على الكرة في مصر كلها انت بتتكلم على كم نادي كرة في العالم كله لا انت بتتكلم على كم نادي في مصر بيلعب في دوري ممتاز 18 قايمة بتاعة كل النادي قد ايه 30 30 يعني عندك 540 لعيب منهم 88 محترف جايبهم من بره يعني انت بتتكلم في 450 لعب مصري تقريبا بيشاركوا في دوري مصر مفهاش 450 لعب على اعلى مستوى مصر المية وعشرين مليون مفهاش 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 الف ولا الفين لعيب مستوياتهم قريبة من بعد يا كابتن قسامة في مستويات مقربة من بعد بس في فروق فردية في العالم كله في العالم كله انت لما تيجي لفرقة باريس سان جرمان لما تقول واجيب نمار وميسي وامبابي وبعدين اجي الفرقة التانية جايبة ناس مستوى اقل بكتير في المتوقع ان باريس سان جرمان هو اللي هيبقى وليل خد بينهم بطولة الدوري ماشي هتحصل مفجأة في ظرف معين وهتلاقي تانين مثلا ظروفهم برضو صار فيه مبالك كويسة هتجي في الدوري الانجليزي هتلاقي منشستر سيتي اغلى نادي بيدفع واكتر نادي بيجيب لعيبة هتلاقي اول غالبا بيبقى رقم واحد وبينفسه احيانا ليفربول منشستر ريونيتد لو صرف او كده هتلاقي في المانيا باير ميونيخ هو اكتر نادي بيصرف اكتر نادي فهتلاقي هو رقم واحد النواحي المادية مؤسرة بدرجة كبيرة جدا في كرة القدم انك انت بتشتري كواليتي انت بتشتري نوعية انا لما هشتري لعيب زي عبدالله السعيد غير لما اجي اصوان بيشتري بيدور على واحد سنه كبير مبطل لسه راجع هو السؤال هنا كابتن وسامة يعني عيب لما يبقاش عندي في مصر خمس ست لعيبة زي افشا وعبدالله السعيد في الحتة دي عيب لما يبقاش عندي في مصر خمس ست لعيبة زي رمضان وكهرباء واحمد سيد زيزو في الحتة دي او عبدالقادر في الحتة دي يعني اصد اقول ايه اصد اقول انه مفترض انه لما اتكلم على اندية الدورة الممتاز بصرف النظر متفق معك جدا في جزئة الامكانيات مفيش خلاف انه الماديات بقيت عنصر مهم جدا من عناصر النجاح والاستقرار وإلى اخره لكن اصد اقول في النهاية انه لما نجي نتكلم على دورة الممتاز فيه 18 فريق في الدورة المصري ومنهم على فكرة فيه فرق كمان يعني الجونة او الجونة اللي نزل دورة درجة اولى به ده ممتاز به فريق فريق ما عندهش امكانيات عم هو عنده امكانيات فيه فرق كمان في الدورة الممتاز به عندها امكانيات ففي النهاية لما اتكلم على التلاتين او الاربعين نادي واقول انه ما فيش عندي في مصر الفين ولا تلات تلاف لعيب تقدر تختار منهم كواليتي يخلق حالة الصراع دي فيه مشكلة بس هيبقى صراع في التحت وفي النص لكن في المقدمة ما فيش صراع انا قلتلك اهلي وزمالك يليهم معهم بيرامد بعد كده في يوتشار هيخش من المراكز التالت للخامس مثلا مصري من تالت للخامس البنك الاقلي من التالت للخامس للسادس لان هي ظروف الفرقة كده وظروف امكانياتها كده مش بس فيش حد يعمل مفاجأة يعني من وجهة نظر لا في الدورة المصري لا ما فيش مفاجأة دوري على الحصول الدوري صعب جدا عايزة امكانيات مادية عايزة جماهيرية عايزة انتظام عايزة الاهل والزمالك يكونوا في حالة مش عالية قوي يعني في ظروفهم تكون مش وقعة قوي لان كل عناصر البطولة متمثلة في الاهل والزمالك اكتر جماهيرية فلوس اعلام تركم خبرات امكانيات حتى مادية المجموع تمام طيب نروح نروح للاهل والاسماعيلي والاسماعيلي بيعاني اكتر من موسم بيهرب في اللحظات الاخيرة من الهبوط مع طبعا رئيس الجديد يحيى الكومي احنا شايفين مركاته يعني من ناحية الرقامية تاريخي نتكلم على فرق جديد اسماعيلي السنة دي اشترى فريق جديد تستعرض معنا الصفقات كابتن مرسامة تقول لنا كده صفقات اسماعيلي باسم مرسي احمد محسن محمد محسن صالح جمعة من سيراميكا كلباطر فرس شواط نور الدين الزاموري من الصفقس التونسي محمود الشبراوي الجونة حمد النقاز انتقال حر ياور أنور أشانت كوتوكو عبدالقادر كلبالي من كوروهوجو الزواري كريمة عرفات فيوتشار محمد خليفة انتقال حر الحارس محمود كوكو عارة من سيراميكا تلاتاشر صفقة تلاتاشر صفقة ودي من علامات الاستفهام ليه مش فس في الاسماعيلي في معظم الأندية اللي تتعدى صفقاتها خمس لاعبين يبقى فيه علامة الاستفهام ما هو مش ممكن أنا كل سنة أكون فريق يعني احنا بنتفرج على دوريات العالم كلها وبنتفرج على الفرق المستقرة احنا بنتفرج على فرقة بنتفرج هناخد المشاركات بلوقتي يا كابتن واسا بتفضل كم حاجة تكلم عن مش كل سنة نغير أو يعني كل فريق يعني فيه أندية كتير دلوقتي عاملها صفقات 18 لاعب و20 لاعب و15 لاعب يعني انت معدل 50% ما فيش فرقة في العالم بتعمل عدد الصفقات ده كل سنة كل سنة يعني أقصى حاجة 3-4 صفقات 5 صفقات ده الدوري المستقر أو الفرق المستقرة يعني إذا أنا قدت عزر لفرقة زي الداخلية أو حرس الحدود أو أسوان نطلع من الدرجة التانية والدوري الممتاز فعمل مثلا 10 صفقات أو 15 صفقة ماشي ممكن نديله العزر وله الحق لكن الأندية اللي في الدوري العام اللي بيعمل 18 صفقة في كل موسم أو 15 صفقة من الاستقرار في الأداء يجي منين يعني استقرار الطبيعي أن فيه تيم بيقعد على الأقل 5-6-7 سنين 80% من عناصره وهي موجودة حتى بالنسبة للمستوى اللعب نفسه لما واحد بينتقل في حياته في ناديين ثلاثة هو ده الطبيعي لكن مش ممكن في حياته تنقل في عشر أندية مثلا أو 15 نادي يبقى ما هو تأثيري فبرضو أنا مستغرب جدا أن اسماعيلي عمل 13 صفقة كتير جدا صحيفة أسامي جيدة لكن كتير جدا قبل ما أسمع رأيك في أن الأسماء دي ممكن تراهن أنت عليها أنها تغير شكل وأداء ومستوى الإسماعيلي في البطولة الجديدة ولا لا خلينا نشوف مشاركات الجمهور معنا في السادسة النهاردة توقعاتهم لمطش بكرة ورسالتهم للعابة النادي الأهلي إن شاء الله الدوري أهلاوي ده محمد جبر إن شاء الله الدوري أهلاوي وإحنا كأهلاوية واسقين في اللعيبة إنهم بجال وقدر المسؤولية أهلاوي لحد ما موت الأهلي نومبر ون أبو مهاود بيقول إن شاء الله لفوز الأهلي ثلاثة صفر وهو الأهداف سافي وشادي وأتمنى اللعيبة لا تنتظر التحكيم ونلعب ونكسف سواء تحكيم ظالم أو عادل متفق معك جدا جدا في رسالتك أنا مش عايز أراهن على التحكيم ولا على كلاتنبرج أنا عايز أنه حتى لو تعرضت للظلم التحكيمي أقدر أحسب نتيجة المباراة من بداية الموسم كده بنفسي ادخلوا البطولة بدون شفقة أو رحمة على أي فريد إبراهيم السوداني ومعنا كريم السيد عمار أتمنى كل التوفيير نديا الحبيب في كل البطولات إن شاء الله أنفوز بكل البطولات وبتوفيق لكل لعبين والجهاز الفني والإداري وإن شاء الله يكون موسم مليء بالبطولات مع النادي الأهلي إن شاء الله يكسب 3-0 سامح مجدي أمين السلام عليكم عليكم السلام لكل العبين الأهلي أنتم أسياد القرى عليكم الاستمتاع بكوت القدم حتى نستمتع بكم وإحنا محتاجين نستمتع الحقيقة بالكرة السندي مش بس نتاج كمان متعة الأداء وحلاوة الأداء من العبين الأهلي وشايف أن الفرقة حقيقة بداياتها مبشرة جدا محمد عبد الحي شد أحييكم أبطال وربنا يوفقكم في أول مهارات الدوري وإن شاء الله أنتم أدها السنة دي والدوري هيبقى في الجزيرة إن شاء الله عشق للفانيلا الحمرة ده محمد عبد الحي يعني إن الناس طبعا أعتقد ربطة بشكل كبير جدا بين ماتش بكرة وبين بدايات الأهلي اللي ظهر عليها الفريق في مواجه تحاد مونستيري في دولة 32 شايف ماتش بكرة إزاي إيه أوجه صعبته من وجهة نظرك وخصوصا طبعا أنه يعني هارجع على الكلام اللي قلت في الأول ماتش الإسماعيلي فيه ماتش بكرة ببرا الحسابات لها علاقة بالمركاتو لها علاقة لها بالمستوى لها علاقة بالترتيب مواحد من الماتشات دي بيبقى الإسماعيلي شايف الماتش بكرة إزاي وقصع بالحسابات قدام مرسيل كولر لكابتن أسامة طبعا من مباراة من مباراة القمة في مصر طبعا أهلي وزمالك أهلي وإسماعيلي أهلي ومصري إسماعيلي ودلوقتي بدخل بيرامز بقى أهلي وبرامز زمالك وبرامز يعني من أهلي وإسماعيلي من أهم من المباراة في الدور المصري تاريخية مباراة تاريخية طبعا نادي الإسماعيلي أتمنى له كل التوفيق وما تمناش أنه أنه يكون في الموقف يعني نحن السنة الفات كنا زعلانين إن الإسماعيلي صحيح قريب منه المصري عايزين نحافظ على الفضلين أيوة عايزين نحافظ على الفرق الشعبية لفضلة طبعا لأن إحنا بيننا أصبحنا أقربنا نبقى دوري شركات صحيح فطبعا موقف كان ليهم صعب السنة اللي فاتت رغم أن كابتن حمزة جمل جالهم في آخر السنة وقادت شغل عمل شغل كويس بصرا حقيقة يعني وحتى كانت مستغربة أنه يمشي جدا كل الناس استغربت قوي كبيرة خد الكونفيدرالي أبلي كده مع الآله ويشتغل في المغرب ولوه تاريخ وقابوا 13 صفقة ما قدرش أقول أن الرجل هيلعبهم كلهم صعب جدا يعني من الـ 11 أو يعني أعتقد ممكن هتلاقي 3-4 أو 5 لعبين على أكثر منهم لأن فيه قوام برضو يعني فيه عبد الرحمن مجدي في باسم في مهر المحمدي مهر المحمدي في بعض العناصر اللي بتلعب أساسية ومستقرة وليها دور فهيدخل بعض العناصر طبعا من 13 صفقة اللي جات فمش هقدر أقول شكل الفرقة ليهم في أول ماتش لكن أنا براهن على النادي الآن بس دي حتى برضو محيرة شوية انت مش عارف تقرأ الفرقة ما ظهرتش قدامك ما لعبتش قدامك حتى لو شفت شراية ليها هتلاقي فرقة تانية مختلفة تماما فبالتالي عارف النادي الأهلي كويس حافظ النادي الأهلي كويس فبالتالي المعادلة هنا فيها برضو جزء إلى حد ما امتدرش تقيس أو تحسب عليه ماشي بس هو طبعا فريق هيبقى مبهم جريده مسك النادي الأهلي كل ده جميل بس النادي الأهلي بيراهن على نفسه يعني بعيد خالص عن فكرة المنافس المنافس أحواله إيه أحواله إيه نادي الأهلي جالوا مدرب جديد مستر كولر واضح أنه شغال بشكل كويس اللعبة اللي لفت نظرك في الأهلي مع كولر هجوب لك على السؤال اللعبة اللي ريحت واضح أنه رجع مشتاة للكورة وفيقة عودة واحد زي أكرم توفيق مؤسر وراجل اللعبة المؤسرة وراجل حماسي وبيدي حيوية للمكان دوت يعني في عوامل كتيرة مستر كولر يبتدى مع الفرقة من أول السنة بعكس سوارش في آخر السنة ولا مستماني حتى بدأ هردو مستماني دخل من الدار للنار برد يعني بقى له شهر ونص تقريبا نشغال مع الفرقة لعب ماتشين رسميين اللي هم الاتحادي الانستيري وكسب في الماتشين نتيجة هيلة وأداء معقول جدا صحيح مع الوقت المتأكد أن الأداء يتطور عن كده وهنبقى أحسن كأداء كمان والنتائج كل الأمور يعني في صف النادي الأهلي أقرب من الإسماعيلي تمام بخبرات لعبته زي ما قلت لك الاشتياء اللي اللعيبة رجع فيه الإصرار على البطولة اللي راحت منك سنتين وراء بعد النادي الأهلي مش متعود أن يخسر بطولتين وراء بعد فأنا أعتقد اللعيبة حسب ده فهتلاقي فيه من أول ماتش اللي هو الإسماعيلي هتلاقي فيه حمس ودوافع كبيرة فالأمور كلها إن شاء الله افصل احنا لعبنا مباراتين زي ما قولك رسمياتين هم ما ملعبوش لسه كلها ماتشات ودية فرتم الأداء إقاع الأداء بتاعك عشان أنت لعبت ماتشين رسميين هيبقى أقوى وأسرع مفروض إن شاء الله يعني بالنسبة الميستر كولر فيه حاجات طبعا دخلها أو حسنة بيها لكن مش هل نقدر حكم حكم قاطع ولكن فيه حاجات ابتدت توضح يعني مثلا الضغط من الماتش الاتحاد المنستيري هناك وهو باين إنه بلعب في تونس ومع ذلك هو بيضغط من أول المباراة من قدام معظم أوقات المباراة كنا بنضغط على في الاتحاد المنستيري استحواز كان لنا فدي واضحة الضغط من الأمام ودي من سمات النادي الأهلي يعني بالصرف النظر عن المدربين اللي جنب في تاريخ النادي الأهلي بمختلف بقى تفكيرهم أو طرق لعبهم أو كده دي شخصية الأهلي المتملي هو الفعل هو اللي بيضغط هو اللي بيحاول يخلق أهجمات هو اللي بيدور على المكسب على طول وبين لعب ندان فيه بعض المباراة تلعب فيها بتحفز شوية أنا ممكن أقبل أن أنا كجمهور أقبل أن أكون رد فعل لما ألعب في مباراة في كسر العالم مثلا زي بايم ميونيخ زي فالمراس ممكن ساعتها أبني خطتي على أن أشوف الخصم والمنافس لأنه بطبيعي جدا ومنطقي جدا أن فيه فوارق فأكون رد فعل اليوم لكن لما أجعب في الدوري أنا مع كامل الاحترام لكل فرقة والأندية أنا فعل والباقي رد فعل مزبوط ده الشخصية في زي ما أنت قلت في معظم أداء النادي في مبارياته لكن في بعض المباريات زي ما أنت قلت بتلعب مثلا كسر العالم بتلعب أو في بعض الماتشات في الدوري أو إفريقيا بتلعبها بتكتيك معين لإرهاق الخصم شوية أنه يتقدم شوية يفتح مساحات أنه بعض الأمور ساعت بتعمل كده منلعب مثلا في بطولة إفريقيا مثلا في تونس أو في المغرب أو كذا ممكن أحيانا نلعب تحت شوية تحفظي شوية وبعدين نلعب أجمال وتد يعني نكون عندنا ماتش عودة يعني ليها حسابات ولكن أبكلم عن الشخصية الأساسية ظهرة مع كل خليني قبل ما كمل فسأقول لجمهور نادي أهلي خبر عاجل فطبعا فرقتنا ابتدت مباراته ومواجهته مع مدر في مدر السعودي في بطولة السوبر جلوب وانتهى الشوط الأول من لحظات بسيطة جدا بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 18-17 وإن شاء الله بإذن الله يكتمل المشوار ونحتفل بفوز النادي الأهلي نعرض يفرم معنا بشكل كبير جدا في مشوارنا في البطولة لأنه ما فيش مواجهات بين المجموعات هو الأول بيلعب على لقب البطولة مع الأوائل الثاني بيلعب على الترتيبات الترتيب اللي بعد كده والثالث والأخير بيلعب مع المجموعة الأخيرة في بقية المجموعات فنتمنى إن شاء الله المكسب لها طب دي نمرة واحد كابتن الدربات السابتة موضح أنه بيشتغل على الدربات السابتة كويس الجن الأولاني شوفنا في تونس تراهن على التشكيل اللعبي أو واجبي في التشكيلة بكرة لا هو مش هيغير كتير عن الفريق ده يعني إذا عمل تغيير ممكن تغيير واحد زي الماتشي الأولاني والتاني يعني ما كان شهاد حسين لعب شريف ما كان عمر السولية لعب حمد فتح لكن مش متوقع أن يغير فاربع خمس مراكز هو ابتدى يستقر في بعض المراكز اللي هيبقى مسبتها الفترة معينة لغاية وبعين كسبه الماتشين تملي المدرب لما بيكسب بيخلي الأمور تستمر لأنه اللعبة اللي بتلعب تاخد على بعضه تتجانس تكتسب يقت الماتشات أداءها يبقى مستقر وبالذات في الخط الخلفي وتغييرات تبقى واحدة واحدة يعني مثلا بين حمدي وعمر السولية المستوى متقارب وديانج التلاتة بيغير منهم اتنين مثلا مثلا شهد حسين لسه داخل أول سنة مع النادي الأهلي أول ماتش ليه لعب شريف بحكم أنه هو كان الأساسي بتاع النادي الأهلي لكن أنه يغير بشكل مثلا ثلاثة أربعة خمس لعيبة ما أعتقدش نتمنى التوفيق لنجومنا بكرة في ضربة البداية سعداء بعودة المسابقة مرة تانية صحيح كنا بنطلب بالتوقف لكن الأهلي وحشنا وننتظر الحقيقة حال التواهج تستمر على مدار الموسم والبداية من بكرة في مواجهة الدرويش بشكر كابتن أسامة عربي على بتشريف ولينا في سادسة شكرا لك كابتن أسامة سادسة حياتي